دعونا نفصل هذه المراحل وآخر المسجدات مع محرر أشعور اليمنية في سكانيوز عربية فواز منصر فواز أهلا بك يعني بنا نتحدث في هذه الفقرة عن محصلة التصعيد الحوثي خلال المرحلة الماضية اللافت أنه بدأنا نشهد مراحل يطلقها بالأمس تحدث عن مرحلة خامسة فدعنا نستعرض بداية المرحلة الأولى التي كانت لربما تتركز في بداية هذا الصراع على استخدام الحوثيين للصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة نعم هي المرحلة الأولى هي انطلقت في منتصف نوفمبر من العام الماضي بعد طبعا أحداث 7 أكتوبر الحوثيون أعلنوا أنهم سيقومون باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر وباعتبارهم سيطرون على محافظات الحديدة وعلى الجزء الجنوبي من البحر الأحمر كانوا قادرين أيضا على تنفيذ تلك العمليات أول العمليات التي نفذوها بعد إطلاق عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة كانت خاطف السفينة غالكسي ليدر وهي المملوكة جزئيا لإسرائيل ونقلها من عرض البحر الأحمر إلى محافظات الحديدة وإلى ميناء الحديدة وتم وضعها هناك ولازال أيضا طاقم هذه السفينة مختطة بعد ذلك الحوثيين قاموا بتنفيذ عدد من العمليات استخدموا صواريخ بالاستية صواريخ مجنحة استخدموا صواريخ أيضا بحرية طبعا القرار العسكري بالنسبة للعملية البحرية هو بيد خبراء الحرس الثوري المتواجدين على الأراضي اليمينية وأيضا خبراء حزب الله لأنهم من يمتلكون هذه التقنية قاموا بتدريبهم أيضا عليها هناك جزء من الحوثيين تدربوا في إيران يعملون ضمن القوى الصارغية لكن القرار العسكري في موضوع البحر الأحمر وأيضا موضوع الأمالية البحرية بيد خبراء إيران المتواجدين داخل أراضي اليمينية فإذا المرحلة الأولى تركزت على الصفن الإسرائيلية المرحلة الثانية تركزت على الصفن الأجنبية التي كانت تتجه نحو إسرائيل طبعا المرحلة الثانية أعلنت ردا على تشكيل تحالف حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة هناك أكثر من 13 دولة تشارك في هذا التحالف وبدأت هذه المرحلة مع أول غارة لتحالف حارس الازدهار هناك كانت عملية كبيرة وواسعة عدد من الغارات شاركت فيه أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وهذه الغارات بعد ذلك أعلن الحثين عن توسيع العمليات من خلال استهداف الصفن المرتبطة بالدولة المشاركة أيضا عملية الاستهداف كانت تطال أيضا سفن لا علاقة لها بالدول المشاركة في تحالف حارس الازدهار كانت العمليات عشوائية لكن نتحدث عن عدد كبير من الصواريخ البلسية وطائرة المسيرة لم تصب سفينة إلى درجة إصابة متوسطة كان عرقلت الملاحة وأثرت بطبيعة الحال على الملاحة كان هناك قلق وفزع لدى شركة النقل وهذه السفن تجارية غير محمية ننتقل للمرحلة الثالثة لشملت توسيع دائرة الأهداف صح؟ نعم المرحلة الثالثة هي شملت توسيع دائرة الهداف كانت الأهداف محصورة في جنوب البحر الأحمد وتمتد إلى منطقة باب المندب قبالة المخاء لكن الحثين قاموا بتوسيع هذه العمليات إلى خليج عدن من خلال وإطلاق هذه الصواريخ من محافظة تعز من المناطق الجبلية في محافظة البيضاء على السفن وامتدت أيضا إلى بحر العرب أيضا المرحلة الرابعة هي التي لم أفهمها كثيرا لما قالوا أن تتركز على استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط لأن اليوم نطلق المرحلة الخامسة المرحلة الرابعة لم تتحقق طبعا الحثين قبل أن يتحدثوا عن المرحلة الرابعة كانوا تحدثوا أيضا في بيان دون تسميته بمرحلة أو وصفه كمرحلة تحدثوا أنهم قادرين على استهداف السفن التي تمر عبر رأس الرجاء صالح والمحيط الهندي حتى اللحظة لم يتمكنوا من تحقيق أي نتاج في موضوع رأس الرجاء صالح وموضوع المحيط الهندي كل جميع المحاولات الحثين فشلت في استهداف السفن التي يقولون علىها أنها مملوكة لإسرائيل وتتجه عبر رأس الرجاء صالح أعلنوا عن المرحلة الرابعة وهو يتحدثون هنا عن استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط طبعا تصريحات عبد الملك الحوثي جاءت لتؤكد ما ورد أيضا على لسان قائد الحرس الثوري في نهاية العام الماضي والذي قال أنه نحن قادرون على تنفيذ عملية في البحر المتوسط وجبل طارق إذن الحوثيون غير قادرين الوصول إلى المحيط الهندي إذن هم غير قادرين على الوصول إلى البحر المتوسط هنا نتحدث أنه من المرجح أن حزب الله اللبناني هو المتواجد على البحر المتوسط سينفذ العملية وسيتبنىها جماعة الحوثي باعتباره هو الذراع الإيراني المتهور حتى اللحظة من خلال هذه العمليات من هكذا كنا نرى أن الحوثي يتكلم باللسان حزب الله مؤخرا يعني يتحدث عنه والعكس أيضا حزب الله يتحدث عن العمليات ونجاحها لكن الحوثي لديه مقاتلين في مناطق حزب الله المقاتلين هناك فقط للتدريب لكن عناصر حزب الله المتواجدين على الأراضي اليمنية للتنفيذ وإدارة المشهد العسكري ويعتبرهم ثاني فصيل يمتلك القرار في موضوع العملية البحرية وهو حزب الله يعني تتوقع في المرحلة الخامسة دور الحزب؟ لا طبعا حتى اللحظة عندما نتحدث لا في المرحلة الرابعة دور الحزب سينفذ عملية في البحر المتوسط من المرجح طبعا وسيتبنىها الحوثي لكن عندما نتحدث عن المراحلة اللاحقة ماذا سيقول عبد الملك الحوثي؟ أين سيطلق؟ سيطلق الصواريخ مثلا على الأطلسي مثلا؟ لذلك الحوثيون حتى عندما الآن هم يتحدثون عن عمليات كبيرة وأرقام متعددة حتى اللحظة استخدموا أكثر من 500 صاروخ وطائرة مسيرة لم تغرق غير سفينة واحدة ولم تصب إصابة كبيرة إلا سفينة واحدة وواصلت الإبحار إلى وجهتها إذن الحوثيين معظم عملياتهم كانت هامشية وشكلية والتصريحات والمراحل التي تحدثها عبد الملك الحوثي بالأمس في خطابه الأخير هو عبارة عن دعاية سياسية أكثر مما هي تتحقق على أرض الواقع شكرا لك فواز على كل هذه الإضاحات سنفصل أكثر مع ضيفنا في سياق هذه الفقرة شكرا لك فواز منصر